السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد أما بكون بقى عايزة أعمل حاجة كده أرفق بيها عن البيت بعمل لهم الكيك دي خطيرة جدا جدا وتعلي أقولك إزاي تعمليها بتبقى أحلى من الجهزة وكمان فيها كده تركية بتخليها بتنقل تعمل حتة تانية وخالص تبعيني بقى للنهاية أذكر الله صلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة في الخلاط اتنين بيض روشة من الفاناليا كوباية لربع من السكر نص كوباية من الحليب نص كوباية من الزيت نص معلقة صغيرة من الخل ولو لسه ما عملتش لايك يريد تعملي لايك هنضربهم كويس في الخلاط وبعد ما يمتزقوا تماما هنحطهم فوق عميق وهنحط عليهم معلقة كبيرة من اللي هي خميرة الحلويات كوباية وربع من دي بس هنضفهم شوية بشوية ونقلب طبعا تقليب الكيك بيبقى في اتجاه واحد عشان ما تهبطش مننا لغاية ما نقضيف الكمية كلها ليا كوباية وربع من الدقيق وبعد كده الخليط بقى جاهز عندنا هناخد بقى معلقة صغيرة كده من الكاكاو الخام البدرة وهنحط عليه نص الخليط اللي موجود معنا والنص التاني هنسيبه فاناليا زي ما هو يبقى كده بقى عندنا نص شوكولاتة ونص فاناليا لو لسه ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعملي لايك وياريت تابعني عشان يوصلك كل جديد بإذن الله بعد كده هنجيب بقى صانية ونديها دهنة من الزيت خفيفة كده ولو حبت بطنيها بدي بطنيها ولو هي تيفال أو جرانيزة قدامك دي هتحتاج بس تدهن دهنة زيت الخليطين بقى هنصبهم كل خليط كده في ناحية بحيس يبقى نص صانية آآ فاناليا ونص شوكولاتة بعد كده اجبت كم مكعب شوكولاتة كده اقطع بس مكعب واحد منهم والكم مكعب الباقيين دول هدويبهم في المايكرويف أو على حمام مي والخليط برضو الشوكولاتة أو الشوكولاتة الخيم برضو عملت فيها نفس القصة وبقى عندي ده وده زي ما انت شايفة كده هنركنهم على جنب بقى وهندخل الكيك تستوي وهقولك تعملي ايه بعدها هتاخد حوالي تلت ساعة لان انا حطاها في صانية اكبر من الكمية بتاعتها فبتبقى السمك بتاعتها مش عالي اوي فما بتاخدش وقت تقريبا يعني تلت الساعة كده وبتدي شقري عليها هنحط بقى الشوكولاتة اللي ده وبناها إن احية بتاعت الشوكولاتة الغمقى ونحية الشوكولاتة البيضى بالشكل اللي انت شايفينه كده والشوكولاتة اللي إحنا بشرناها كده في الاول اوقات طعناها قتعة صغيرة هنحطها علي الوش وهنستنى بقى لما الشوكولاتة تجمز عليها عايز اقولك ان طوقة الشوكولاتة دي بتنقلها لحتة تانية خالص بالاضافة بقى طبعا ان الكيك هاشو خطير جدا والكيك الفاتح فاتح وخطير وهواريكي دلوقتي انا بجد حرفيا لما بكون عايزة اقدم حاجة مميزة لديوفي او اعمل في البيت حاجة مميزة مش بعمل غير الكيك دي شايفة الجمال وهواريكي كمان الجزء الفانيليا فتح ازاي وهاش طحفة جدا جدا جرب يا انا متأكدة انها هتنال اعجابك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا